الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابة الأجمعين وبعد أشكر الشيخ شهاب على هذه الكلمة الطيبة وإن شاء الله تعالى أنا دار أعلق عليه تعليقين الأول يخص كلام الشيخ شهاب اللي تكلم فيه عن علاج أمراض النفوس وأدواء القلوب وهذه المسألة من الأهمية بما كان لحاجة الناس إليها لا سيما مع انتشار في المجتمع عموما يعني انتشار السلوكيات الدخيلة على الإسلام وعلى المجتمع بما انفتح على العالم من وسائل التواصل أو كما يسمى فدخلت على الناس سلوكيات وأخلاقيات ما كان المجتمع الإسلامي عموما يعرفها ولا المجتمع الدعوي خصوصا ولذلك وجب التنبيه يا أخواننا على العناية أو رعاية النفس والعناية بها كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فلا شك أن المسلم يحتاج إلى عناية بقلبه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالإنسان يحتاج إلى العناية بقلبه والقلب يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى موانع من الأمراض ومن أعظم أغذية القلوب بل أعظمها كتاب الله تبارك وتعالى هو غذاء للنفوس قال تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ من ربِّكُمْ وَشِفَاءٌ سُبْحَانَ سُبْحَانَ اللَّهُ القرآن شِفَاء والعلماء والعلماء قالوا فرقٌ بين الدواء وبين الشفاء فالدواء قد ينجح وقد لا ينجح أما القرآن فهو شفاء قال سبحانه وتعالى كذلك لنسبت به فؤادك وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ومن أجمل الكلمات التي تنفع في هذا الباب ما جمعه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية هذه الأحاديثة المختارة فيه أخواننا أو أغلبا من الأحاديث التي اهتمت بهذا الباب ولو تمعمت الآن مشاكل الناس والأمراض اللي موجود عن قليل قليل من المنتسبين للمنهج السلفي وموجود كثير في المجتمع الإسلامي عموما تلقى إنه علاجة في مسائل بسيطة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في يقيني هذا الحديث شفاء لأمرات كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله الحديث نتفقه فيه ونعمل بيه إحيان مشاكل كثيرة جدا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أول حاجة ما تسأل عن أشياء أنت ما بتخصك بشيء وهذا سبب لأمراض إنسان يدخل في أشياء ما تخصه يسأل عنه يتفقد أحوال ناس يكشف الستراء عن ناس وهو لم يلزم بهذا ولم يؤمر بهذا ولم يتعبد بهذا شيء كده من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما تطلع على أشياء أنت ما ملزم بها يا أخو وربنا ما تعبدك بها فلا تبحث عن أثرار الناس ولا عن ما تخفيه بيوتهم وتستره بيوتهم ما تسأل عنه ريح قلبك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أيضا ما تتكلم ولا تكتب ولا تفتي فيما ليس لك به علم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه زل يقول له كلمة وطلع له فتوى بعشي يبقى تبقى له مشكلة ليه لأنه ما عمل بهذا الحديث أترك ما لا يعنيك يا أخو وقديما قالت العرب من تكلم فيما لا يعنيه أو من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه أول ما تجد أن تتدخل في شؤون الناس وتحشر نفسك في أشياء ما كلفت بيها سمعت ما لا يعنيك وسمعت سمعت ما لا يرضيك فالحديث يا أخوانا بريح بريح راح شديد ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه قال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فلاحظ شما النبي صلى الله عليه وسلم عالج لكيف نقطتين قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس يحبك الناس ولذلك تجد أغلب من مرض قلبه مرض بسبب طمعه فيما عند الناس أول ما طمع في الفياد دا الناس التانين مرض قلبه وأبغضه الناس لذلك فشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حلا قال له ازهد فيما عند الناس يحبك الناس تمام ومن أجمل يا أخواننا العلاج يكون لأسوأ الأمراض بعد الشرك بالله في القلب ده أسوأ مرض بعد الاشتراك بالله والكفر مرض الحسد وإن كان هو في أصله منشق عن الكفر وآيل إليه أو وآيل إليه ليه لأنه اعتراض على قسمة الله ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا شوف دي شغل الله ربنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون اتنتبه إنه من صلب العقيدة ومن أساسيات التوحيد أن تقبل بقسمة الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أمد إنسان في المال وأمد واحد تاني في العلم وأدى واحد تاني صحة وأدى واحد تاني نسب وأدى واحد منصب ومكانة وهكذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كفار قريش لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قالوا ليه القرآن ما نزل على واحد من القريتين عظيم من مكة والطائف اعترضوا على هذا ابني آدم ربنا قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر يلا شفت النقطة دي سبب مرض لكثير من الناس الواحد أول ما يرى في غيره قبولا أو يرى في غيره قسم من الله ربنا ينعم باع عليه طوالي دا قال قال لا أقتل شفت المرض كيف وده من زمان لاحظ ماذا فعل هذا وانتبه هناك لما ترجع لي صورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى قال فلما دخل عليها زكريا المحراب ويجد عندها شنو رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت شنو هو من عند الله زكريا ما حسد في الشجاء من الله وبجأ سمار ما في ذاته وأكل وهي قعد في محلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي لأنه جنبها سرية نهر فكلي واشربي وقري عينا رزق وافر وخير كثير زكريا والما شاف عند وده إنت المفترض تعمل لأنه ده فعل الأنبياء أول ما شاف عند سأل أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربنا قال هناك الإمام الشوكان قال في ذلك الوقت هنا ما في المكان لا الوقت في ذلك الوقت هناك دعا زكريا ربه ما في معنى يحسده يحسده في النعمة اللي الله أدالي لا هناك دعا زكريا ربه أسأل اللده وأله خزائنه واسعة وبيدي كويس شكده الإنسان ما يمرد قلبه قال هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سبحان الله تلاحظ هنا زكريا عليه السلام دعا لما لقى إن مريم عليه السلام ربنا جاب ليها أشياء أشبه بالمستحيل دعا ربنا سبحانه وتعالى بأشياء أعظم أو أبعد من حيث يعني من حيث الحصول أبعد مما وجد عند مريم لما لقى عندها فاكهات الصيف في الشتاء أو نحو ذلك ربنا قال هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال دائر ذرية معين هو وهن العظم كما قال مني واشتعل الرأس شيبا وامرأة عاكر وكبيرة في السن لكن معداء طمع فيما عند الله تبارك وتعالى إذن يخواننا خلاصة الكلام أن في هذا دواء علاج شفاء لمرض كان هذا المرض سببا في ضياع بعض الناس و سبحان الله العلم قالوا من كان مصابا بدأي الحسد يصعب العلاج إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا لكن الحسود كل ما أنت حسنت له حسده بزيز زيادة لأنه أصلا حسده بسبب النعمة اللي عندك أنت فكل ما حسنت له هو بمرض زيادة لأنه زعلان هو في نهاية موضوعه زعلان في الحاجة اللي أداك لها الله دي وإنت لما تحسن له دي ذاته بيعتبره نعمة زيادة من الله كوني تتكون أخلاقك سمحة فبيحسدك زيادة على أي حال يا أخوانا أنا ما كان ده الموضوع اللي ده نتكلم عنه لكن حقيقة أعجبتني وحركتني الكلمة بتاعت أخونا شهاب جزاو الله خير